طيب الجزء الثاني وهو متعلق بلجنة الحكام على مدار الإسبوعين اللي فاته أنا فتحت الملف ده وتكلمت فيه بمعلومات وتكلمت أن التصرحات اللي قالها عصام عبد الفتاح هيكون لها دور كبير جدا في توجيه الشكر ليه وإقالته من لجنة الحكام خاصة لما طلع يتكلم عن الخابير الأجنبي أيا كان اسمه حتى لو كلاتنبرج وفكرة أنه مش محاضر أصلا ملعبش كاسعالم كلها مش مبررات أصلا يحق لرئيس اللجنة أن يطلع يعلق على قرار لمجلس إدارة اتحاد القرى وتكلمت أن الكابتل العصام حتى لما تعين في 2013 في شهر يناير 2013 لا كان محاضر دولي ولا محاضر إفريقي ولا عضو لجنة حكام في الكاف ولا أي حاجة خالص كان حكم دولي سابق والناس رشحته لأنه وقتها كان جواهة اتحاد القرى اللي كان في وقتها مسؤول عن الاتحاد الأستاذ جمال علام فداله الخطوة دي أنه هو يشرف على اللجنة ويكون رئيس اللجنة مع عضوية اتحاد القرى النهاردة تحديدا في اجتماع اتحاد القرى الناس كلها مستنية القرار اللي هيطلع من اتحاد القرى بخصوص ملف التحكيم ومن الكواليس ومن الأخبار اللي عندي أنه بنسبة 99 وتسعة من عشرة تم توجيه الشكر للكابتن أسان عبد الفتاح ويكون النهاردة الخبر الرسمي إقالة رئيس اللجنة خاصة أن الأمر مش متعلق فقط بالتصريحات لا ده كمان بسبب المستوى الفني لكم أن تتخيلوا أن في 14 نادي من 18 نادي مقدمين شكاوي رسمية في التحاد القرى ضد لجنة الحكام ضد الأخطاء التحكمية اللي بتحصل في المتشاط ومحدش عايز صحح الأخطاء أو يتعلم من الأخطاء اللي فاتت بالعكس رئيس اللجنة دايما بيطلع يثبت أنه وجهة نظره صح وبيتحدث حتى كمان مع خبراء التحكم اللي بيطلعوا في الستوديوهات التحليلية عشان يغيروا الأراء الفنية اللي ممكن تتقال في لعبة أو لعبتين وشفنا ده حتى في كذا موقف وكذا مباراة ومباراة القمة الأخيرة لأهل والزمالك كانت خيروا شاهد على هذا الخبر وعلى هذه المعلومة لكن النهاردة اتحاد الكورة هيأخذ قرار بإقالة عصام عبد الفتاح وحاليا حسب الأخبار اللي جاتلي من اتحاد الكورة أن الخبير الإنجليزي مارك تلاتنبرج وصل القاهرة حوالي ساعة 3.5 من عصر اليوم وفي اجتماع حاليا معاه عشان بدء التفاوض حول المرحلة القادمة تلاتنبرج كان هيجي عشان يتابع بس الشهرين الجايين الدولة المصري ظروفه وملابساته ومشاكل التحكيم ويبدأ العمل من شهر 9 ولكن بعد تصرحات عصام عبد الفتاح وانتقاده لقرار اتحاد الكورة أصبح لزاما على أعضاء مجلس الإدارة أنهم النهاردة يتخذوا قرار بإقالة رئيس اللجنة وتوجيه الشكر لي ومنح الفرصة كاملة لكلاتنبرج خلال الساعات اللي جاي عشان يتولى مسئولية لجنة الحكام هل كلاتنبرج هشتغل لوحده؟ المعلومة اللي جات لي أنه كمان فيه 3 مساعدين معاه ولكن 3 مساعدين مصريين هيكونوا حكام سابقين من التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت من الأسماء لسه مش مؤكدة بالنسبة لي لكن الكلام اللي وصل لي أنه كلاتنبرج وهيكون معاه 3 مساعدين مصريين وهيكون هو معاه كل الصلاحيات لكن بالطبع لازم يكون معاه مساعدين عشان يبدأ يفهم المنظومة التحكيم مشغلة ازاي ومشية ازاي وأنا من دلوقتي بقول لكم الرجل ده هيواجه صعوبات كبيرة جدا وهيواجه معوقات كبيرة جدا في حكام مع الكابتن عصام وفي حكام بيحبه الكابتن سمير في حكام بيحبه الكابتن جمال في حكام بيحبه الكابتن ياسر في حكام بيحبوا كابت الناصر ده موجود في منظومة التحكين لكن أنا رسلتي للحكام عشان كلنا ننجح لازم تتعاونوا مع رئيس اللجنة اللي قادم وعلى فكرة سبب رئيسي في تعاقد اتحاد الكورة مع خابير أجنبي الناس ممكن تتفاجئ بالمعلومة اللي هقولها هو عصام عبد الفتاح أكبر الناس كلها بلا استثناء أنها توصل للقرار ده وصل للناس أن المنظومة دي لو أنا مشيت ما يجيش حد مصري فوصل للناس أن لا ممكن يجي خابير أجنبي وفي البداية كان فيه كلام على الخابير الأجنبي وما كانش فيه اعتراض منه لكن إيه فجأة خرج بتصرحات سبب صدمة لمجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام وكل أعضاء المجلس اللي كانوا حتى يعني متعاونين معاه أو بيحاولوا يقفوا في صفه بعد تصرحاته الأخيرة خسر الترابيزة زي ما بيقولوا يعني لو بيجي اتخذ قرار بيقولك أنت قواتك إيه جوة الترابيزة الناس اللي قعد على الترابيزة مجلس الإدارة طولة الاجتماع مين معاك مين مش معاك بعد تصرحاته وخسر الترابيزة كلها فالكل الأعضاء بلا استثناء خلاص خدوا قرار أن يتم توجيه الشكر لي قلته ويكون فيه بداية العهد جديد معك لتنبرجي الفترة اللي جاية أنا كنت أتمنى أن يكون رئيس اللجنة مصري لكن صدقوني والله اللي حصل ده أكبر الجميع اللي هم يستعينوا بخبير أجنبي لأن الكابتن عصام كان كل هدفه يوصل بمنظومة التحكيم أن لا يجي بعده سامير عثمان ولا يجي بعده ياسر عبد الرقوف ولا ناصر عباس ولا جمال الغندور أنا خرقت يجي خبير أجنبي والأيام بقى هي اللي هتثبت إذا وجهة نظر هو صح ولا غلط فيبقى فيه معوقات للخبير الأجنبي الناس كلها لو سعدت هي في النهاية النجاح للتحكيم المصري لا نجاح لكلتنبرج ولا نجاح لعصام عبد الفتاح ولا نجاح لأي حد تاني التحكيم المصري لا ينجح فأتمنى الفترة الجاية يكون فيه تعاون